يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على إمامنا وسيدنا وولينا وقائدنا ومالك أمورنا ومن بيده نواصينا الذي دينه ديننا وعقيدته عقيدتنا إنه إمامنا الصادق جعفر صلوات وسلام وتحيات تترى على أفنيته المقدسة سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بانوراما الظهور المهدوي الحلقة الحادية والخمسون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج المنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك اشتركوا في القناة أبدأ حديثي بثلاث إضاءات الإضاءة الأولى إنها براءة أريد أن أسجلها بين يدي إمامي الصادق المصدق إنه الإمام الطاهر المطهر جعفر صلوات الله وسلامه عليه وإنني إذ أناجيه بكنيته التي يحبها كنيته المشهورة أبو عبد الله لكنه يحب كنية أخرى أبو موسى فموسى الإمام من بعده صلوات الله عليهما هذه الكنية الأحب لدى لدى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنني يا أبا موسى أبرأ إليك من كل ما تقوله الشيعة من كبارهم وصغارهم في أنهم على مذهبك من أن مذهبا يقال له المذهب الجعفري إنني أبرأ إليك من هذا المذهب ومما يقوله هؤلاء السفهاء من مراجع الطوسيين إلى أتباعهم ومقلديهم إنني على دينك يا أبا موسى وإذا أردت أن أقول من أنني على مذهبك فإنني أقصد المعنى اللغوي أما الشيعة لا يقصدون هذا المذهب في اللغة طريق مراجع النجث وكربلاء أصحاب أصحاب العمائم الطوسية وأتباعهم يقصدون بالمذهب المعنى الإصطلاحي هناك دين وهناك مذهب إنهم يساوون بين رأسك ورؤوس الأخرين من أئمة النار من أئمة المذاهب العباسية يجعلون رأسك برأس ابن زوطي مثلا فأنت ابن محمد المصطفى جدك محمد المصطفى وأبو حنيفة جده زوطي الأفغاني أبو حنيفة هو النعمان ابن ثابت ابن زوطي الأفغاني يساوون بينك وبين ابن زوطي إنني أبرأ إليك يا أبا موسى مما تقوله الشيعة طرا من أمواتهم وأحيائهم من أنهم على مذهبك ويقصدون بذلك المعنى الإصطلاحي لو كانوا يقصدون المعنى اللغوي فهذا شيء صحيح لأن المذهب طريق ولكن القوم يقصدون المعنى الإصطلاحي فهناك مذهب حنفي وهناك مذهب جعفري وهكذا وهذا هو الكفر بعينه بحسب دين العترة الطاهرة أولئك السفهاء من آيات الشيطان العظمى في الحوزة النجفية والكربلائية الطوسية علموا الشيعة على أن يتحدث دائما عن نصرة المذهب وعن خدمة المذهب وعن إحياء أمر المذهب إنهم يتحدثون عن مذهب اصطلاحي ولا يوجد عندنا إلا دين واحد هو دين محمد المصطفى هو هو دين جعفر الصادق ولا يوجد شيء آخر نحن على دين جعفر نحن جعفريون ويا ليت إمامنا الصادقة ينسبنا إليه ويقول لنا أنتم جعفريون لا أن ندعي ذلك نحن جعفريون وهذه أمنيتنا في الحياة أن نعيش جعفريين وأن نموت جعفريين وأن نحشر يوم القيامة جعفريين هذا هو الذي نريده ولا نريد شيئا آخر لكننا جعفريون على دين جعفر وعلى مذهب جعفر بحسب اللغة بحسب المعنى اللغوي للمذهب لا بحسب المعنى الإصطلاحي حيث يساوون بين رأس ابن محمد المصطفى وبين رأس ابن زوط الأفغاني مثال سريع إنه الناطق الرسمي العقائدي باسم النجف الوائلي دعونا نستمع إلى حديثه في أخريات أيامه شيخنا يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب هل كنتم من الرواد في هذا المذاهب الفكرة هي ليست لي وإنما هي للجمعية بالدافع وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه لأننا في كلية الفقه كنا ندرش فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيو حمد تقي أليس الشعيد الحكيم تغمده الله برحمته الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساشية بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المشائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوشي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزج المختلف للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية فنحن نشأنا في هذه الأجواء ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك بل كنا في الصميم من ذلك هذا هو حالكم يا أشياع الطوسيين هذه لقطة سريعة هذه صورة مجزة وهذا كلام منمق يخفي وراءه ما يخفي الحكاية أوسخ بكثير من هذا الذي سمعتموه ولذا فإنني أسجل براءتي من هذا الضلال الذي يتحدث تحدث به الناطق الرسمي العقائدي باسم حوزة النجف وباسم المرجعية السيستانية لأن المرجعية السيستانية اتخذته ناطقا السيستاني يصر على أن يبقى منهج الوائلي منهجا لأصحاب العمائم في النجف المشكلة ليست خاصة بالوائلي وليست خاصة بالسيستاني المشكلة بدأت بنحو مركز منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين هذا المذهب اللعين الذي سمي بمذهب أهل البيت وسمي بالمذهب الجعفري كل ذلك كذب وزور من القول دين العترة الطاهرة شيء ودين الطوسيين شيء آخر ولذا فإني أسجل براءتي وإنما أسجلها في بث مباشر وبمسمع ومرأ من الجميع على أحدا ينتبه إلى هذه البراءة وإلى مضمونها على أحدا ينتفع منها إنني يا أبا موسى على دينك وعلى دين آبائك الأطهرين وعلى دين أبنائك الأطهرين على دين العترة الطاهرة وإذا ما قلت بأنني على مذهبك فإنني أقصد المعنى اللغوي ولا أقصد المعنى الإصطلاحي الذين يقصدون المعنى الإصطلاحي هؤلاء يكفرون بدين العترة الطاهرة وأصحاب العمائم حينما يتحدثون عن مذهب جعفري يتحدثون عن مذهب إصطلاحي ولذا فإنهم رتبوا على ذلك الآثار حينما تحدثوا عن ضروري الدين وضروري المذهب هذا الكلام لا علاقة له بالمعنى اللغوي لكلمة المذهب هذا الكلام يرتبط بالمعاني الإصطلاحية لكلمة المذهب وهذا كفر صريح ببيعة الخدير وكفر صريح بعهود الإمامة والولاية وإلى ذلك يشير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة وأكثر زعماء الشيعة فضلا عن عامتهم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا واقع أكثر مراجع الشيعة سنة 410 للهجرة فماذا نقول الآن فماذا نقول الآن هذا الكلام كان قبل تأسيس المذهب الطوسي اللعين الرسالة هذه وصلت إلى المفيد سنة 410 المفيد توفي سنة 413 للهجرة الطوسي المشؤوم أسس مذهبه في النجف سنة 448 للهجرة هذه الرسالة تتحدث عن ضلال أكثر مراجع الشيعة قبل المذهب الطوسي أما بعد المذهب الطوسي فقد ضل الجميع وتاه الجميع تاهوا وتيهونا معهم ضلوا وأضلونا معهم جهلوا وجهلونا معهم واستمر هذا البرنامج برنامج التجهيل والتثويل والتضليل والتحمير من صناعة الحمير الوثيقة الدخية عجلوا لنا بها ما رد أجيب الأسماء راحت قال لي أزل على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبيرية قال توصل و اطمئن تركبهم يعني بش اش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أطمئن خمسة قال لي مستعجب مش دارها قلنا تركب يعني خلاق أهم ميشيني كما كما تركب خلاق أهم ميشيني يتبقوا لأ فكا حالة السنو فقوش ديخ ديخ عربي عربي عوش ونص عبارة كنا على تفاو كلكم تعرفون لأنه ما لتأجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وغير ديخ لا معلم إجمالية هذا الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة هذه هي النتائج الصريحة لاعتناق المذهب الطوسي المذهب الطوسي هو الذي حول الشيعة إلى حمير ديخيين إلى جحوش ديخيين عند مراجع الحوزة الطوسية في النجف وكربلة هذا الذي يتحدث عنه هذا المرجع مع مرجع آخر مع كمال الحيدري ويتحدثون عن سائر المراجع الآخرين هذا واقع واقع وهو نتاج طبيعي لما حققه الطوسي في مذهبه اللعين ولا زالت الشيعة على هذا الحال الكتاب الذي بين يدي رجال الكش وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة الفين واربعة ميلادي طهران إيران في صفحة الخامسة والسبعين بعد الخمسمائة إنه الحديث الثامن والثمانون بعد الألف رسالة رسالة موجهة من إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إلى أحد أصحابه إلى إسحاق ابن إسماعيل الرسالة طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها الإمام يقول لإسحاق ابن إسماعيل هذا إنها إنها يا ابن إسماعيل ليس تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور وهذه مشكلتنا هذه مشكلتنا المستديمة في الماضي وفي حاضرنا اليوم ويبدو أنها ستبقى مستمرة إلى قادم أهيامنا إنها يا ابن إسماعيل ليس تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور إلى أن يقول إمامنا الحسن العسكري فأين يتاه بكم يا أيها الشيعة يا أيها الذين تقولون نحن شيعة فأين يتاه بكم فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم هذه الوثيقة الدخية هي التي تتحدث عن واقعكم تتحدث عن واقعكم رجاء أعيد بثها مالذي أجيب الأسوان راحت قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إلي قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعلم تركبهم وتقول لهم بيخ والله نف عباردة واحد من الأعلام قبل خمسة فأين مستعجب موش دار قلنا تركب يعني خلاقا أبا ميشيني كما تكون خلاقا أبا ميشيني كتبه لأفكار حالة الاسمين فقوش ديخ عربي فقوش والنص عباردة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسما عربي قال تركب مثل ما تركب نعم غاية ديخ وشي لا مو علم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا أقولوا واقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة وأنا أقسم كما أقسم كمال الحيدري أقول والله 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 هذا هو واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة وهذا الواقع يترسخ منذ سنة 448 منذ أن أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين عبر الحوزة الطوسية النجفية والكربلائية فأين يتاه بكم يا أيها الذين تقولون نحن شيعة نحن جعفريون فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم إلى أن يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارا كالبهائم وحقك يا أبا موسى وحقك يا جعفر الجعافر وحقك يا سيد الحقائق لو لاك لكنا لكنا وأتحدث عن نفسي أولا قبل غيري لكنا كالبهائم أينما التفتت في واقع الدين إنني أتحدث عن واقع ديننا فإنني لا أجد نورا إلا في حديثك يا أبا موسى النور في حديثك والصدق في حديثك والفقه في حديثك والعلم في حديثك والهدى في حديثك وإنني أبرأ من كل مسلك ومن كل مذهب ومن كل طريق لا يؤدي إليك أنت إمامي وأنت سيدي وأنت مالكي وأنت من بيدك ناصيتي وأنت ديني وأنت قبلتي وأنت حقائق قرآني وأنت خلاصة عقيدتي فإمامي هو ديني وديني هو إمامي وإنني ما عرفت الدين إلا من أحاديثك الزكية الطاهرة الشريفة التي يمزقها أولئك السفهاء بما يسمى بعلم الرجال بعلم القنادر وإنني أبرأ إليك من علم قنادرهم هذا وأبرأ إليك يا أبا موسى من دينهم من دين مراجع النجث ومن مذهبهم الضال للمضل حقائق الدين في أحاديثك ورواياتك وخطبك وكلماتك وأدعيتك وزياراتك في كل ما جاء عنك مرويا إنه نور الكلام وهو هو كلام النور مثل ما نخاطبكم يا صادق العترة الطاهرة في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن حفيدك الهادي كلامكم نور كلامكم نور وأذكر نفسي وأذكر الذين يتابعون هذا البرنامج فإن إمامنا الحسن العسكرية في رسالته لإسحاق ابن إسماعيل والخطاب لي أهلكم للشيعة جميعا وعبر العصور وعبر الأجيال ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارا كالبهائم هذا إذا تمسكنا بهم إذا لم نتمسك بهم وتمسكنا ببهائم النجف وكربلاء فإن الوثيقة الدخية هي التي ستنطبق علينا انطباقا حقيقيا كاملا لولاك يا أبا موسى لولاك يا أبا موسى لكنا حيارا كالبهائم صلوات عليك صلوات عليك صلوات 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 حتى ينقطع نفسي وبعد أن ينقطع نفسي صلوات عليك صلوات عليك صلوات عليك ورحمة الله وبركاته هذه إضاءة الأولى نذهب إلى فاصل الإضاءة الثانية ترتبط بما وصلنا إليه في هذا البرنامج فإنني قد وصلت معكم إلى العنوان الأخير من عناوين هذه الفانوراما نهاية نهاية مرحلة الظهور وهذا العنوان يشتمل على عناوين فرعية العنوان الأول من العناوين الفرعية وفات قائم قائم آل محمد العنوان الثاني المهديون الاثنى عشر العنوان الثالث رجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى نهاية حديث عن العنوان الأول وفات قائم آل محمد حدثتكم عن المعطيات والجهات التي ترتبط بهذا الموضوع لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام إلا أنني أذكركم بما قرأته عليكم من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة الشريف فإنني ما قرأت الكلام بنحو كامل وإنما أخذت منه موطن الحاجة أريد أن أقرأ المقطع عليكم كاملا إنه مقطع من الخطبة السابعة والثمانين بحسب التبويب والترتيب في هذه الطبعة إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان أقرأ عليكم من الصفحة الثامنة والسبعين إنه مقطع مقتطف من الخطبة السابعة والثمانين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول افتحوا آذانكم وقبل أن تفتحوا آذانكم افتحوا قلوبكم لكلام علي فهو علي الكلام وزاوجوا بين هذا الكلام وبين رسالة إمامنا الحسن العسكري التي قرأت عليكم ما قرأت منها قبل قليل في الإضاءة الأولى سيد الأوصياء يقول وآخر إنه يحدث هنا عن علماء الضلال وأكثرهم ضلالا مراجع النجف وكربلا تقولون لماذا لأن إمامنا الصادقة صلوات الله عليه في رواية التقليد التي وردت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه حدثنا عن هؤلاء عن أكثرهم من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أعود إلى كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآخر قد تسمى عاهلما وليس به هو الذي يسمي نفسه الشيعة الطوسيون هم الذين يسمونه الأعلام وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال من المراجع الذين سبقوه فهو جاهل وهم جهال سأحدثكم سأحدثكم في الحلقات القادمة عن حوزة الحمير فتذكروا هذه المضامين وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور يقول لهم بأنه نائب صاحب الزمان وهذه هي الأشراك التي صنعها من حبائل الغرور يغررهم بذلك ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه هو لا يلتزم بمواثيق بيعة الغدير من أن التفسير يجب أن يؤخذ من علي وآل علي فقط وفقط وفقط والذي يأخذ التفسير من غير علي فقد كفر ببيعة الغدير وهذا هو الذي فعله الطوسي المشؤوم في تفسير ه التبيان وجرى مراجع الشيعة بعد ذلك على نفس المنهج العمري الذي اتبعه الطوسي وإلى يومنا هذا المفسرون الشيعة يفسرون بحسب المنهج العمري حسب كتاب الله أما تفسير العترة فإن الأحاديث ضعيفة بحسب علم الرجال الناصبي قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم ومن العظائم عقيدة الرجعة يقول لهم ليس ضروريا أن تعتقدوا بها لا ينتقص إيمانكم يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم وأكبر الجرائم أن أن نكون أصدقاء لأعداء علي فالصادق يقول صلوات الله وسلامه عليه صديق عدو علي عدو علي ويهون كبير الجرائم إنهم أنفسنا أنفسنا وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع جنب المرجع محتاط يحتاط المرجع يتوقف لأنه غبي لأنه غبي لأنه أثوال أي فقه هذا إذا كنت نائبا لصاحب الزمان فأين تفهم صاحب الزمان وأين تزديد صاحب الزمان يقول أقف متوقف جناب الأغا يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع البدع تحيط به من كل جانب لا يوجد في رأسه إلا البدع فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وإنما هو متوقف محتاط زاهد متزهد ابن آوى هذا فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك وذلك ميت الأحياء ويستمر أمير المؤمنين في خطبته فيقول فأين تذهبون فأين تذهبون وأنا تؤفكون إلى أن يقول أمير المؤمنين فأين يتاه بكم إنها الكلمة هي هي التي قرأتها عليكم من رسالة إمامنا الحسن العسكري إلى إسحاق بن إسماعيل فأين يتاه بكم يا أيها الذين تقولون نحن شيعة فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم هذا هو حديثه هذا هو كلامه هذه أثار عترة نبينا فتمسكوا بها إذا كنتم تعبؤون لدينكم وإذا كنتم تبحثون عن دين العترة الطاهرة هذه معالم دين العترة الطاهرة وليست الكلة تسمعونها من فضائيات مراجعكم ولا من منابر خطبائكم الحمير فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن كيف تنزلونهم بأحسن منازل القرآن وأنتم لا تعرفون تفسيرهم وأنتم تنكرون تفسيرهم فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن أحسن منازل القرآن نأخذها من أبي هريرة أم نأخذها من الطفسي اللعين ممن نأخذها نأخذها من الأحاديث التفسيرية التي تضعفونها يا أيها السفهاء يا مراجع النجفي وكربلاء فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش كونوا مجانين في حبهم بل هذه العبارة تتحدث عن جنون الإبل وهو أشد من جنون البشر فإن الإبل الهيم هي الإبل المجنونة هي الإبل المجنونة والتي يزداد جنونها حينما ترى الماء فالإبل الهيم هي التي تصاب بالعطش الشديد دائما وتصاب بالجنون في الوقت نفسه إنها إبل مجنونة ومرضها هذا يؤدي بها إلى العطش ومع ذلك فإن أمير المؤمنين يصفها بالعطاش أيضا إنه عطش فوق عطش هكذا يريدنا أن نتعامل مع العترة الطاهرة من الجهة الفكرية والعلمية والعقائدية والفقهية فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن هذا يعني يجب علينا أن نلتزم بمواثيق بيعة الغدير كي نفهم القرآن من علي وآل علي لا أن نأخذ القرآن من الطوسي اللعين أو من الفخر الرازي أو من الطبري أو من الطباطباء في الميزان أو من غير هؤلاء ممن ضلوا وأضلون معهم فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن هذا الجانب العلمي الفكري العقائدي الفقهي قولوا ما تشاءون وأما الجانب العاطفي العلاقة الوجدانية فيما بيننا وبينهم واردوهم ورود الهيم العطاش كونوا مجانين في حبهم وليظهر جنونكم هذا على أفعالكم وأقوالكم واردوهم ورود الهيم العطاش مثل ما تفعل الإبل حينما ترى الماء وترد مورده الكلمات دقيقة فإن الإمام لا يقول لنا إذا ما جننتم بحبهم فأخفوا ذلك هكذا يقول وردوهم ورود الهيم العطاش فليكن هذا الجنون ظاهرا ظاهرا في أفعالكم وأقوالكم الكلام له تفصيل لا أريد أن أخوض فيه أيها الناس أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون تذكروا يا من تقولون نحن شيعة فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون نذهب إلى فاصل أعتقد أن الصورة صارت واضحة بخصوص الموقف العقائدي والموقف المعرفي مما جاء في خبر المرأة التميمية كل شيء عرضته بين أيديكم وتضحت الصورة جلية بين لذا فإن العنوان الأول قد تم الكلام بخصوصه العنوان الأول وفاة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو العنوان الأول من العناوين الفرعية من عناوين نهاية مرحلة الظهور هذه الإضاءة الثانية قلت لكم في أول الحلقة عندي ثلاث إضاءات الإضاءة الثالثة في إعلاناتي قناة القمر الفضائية أعلن بأن برنامج الرسالة العملية الزهرائية المجزة المتلفزة يفترض أن يبدأ في هذا اليوم في يوم شهادة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وفعلا كان هذا مقررا لكن حلقات فانوراما الظهور المهدوي استمرت حتى وصلت إلى هذا اليوم لذا فإن البرنامج سيؤجل إلى فترة قادمة إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة ممكنة سأكون في خدمتكم عبر هذه الشاشة وسيكون هذا البرنامج أعني برنامج الرسالة العملية الزهرائية المجزة المتلفزة هذه هي الإضاءات الثلاث التي أردت أن أبدأ حديثي بها في هذه الحلقة وصلنا إلى العنوان الثاني العنوان الثاني من العناوين الفرعية لعنوان نهاية مرحلة الظهور المهديون الاثنى عشر هذا العنوان عنوان مهم في الثقافة المهدوية لأن العنوان هذا خبطوا فيه خبطا كثيرا وخلطوا فيه تخليطا عظيما إنني أتحدث عن كبار علماء الشيعة فضلا عن المجموعات التي حرفت الحقائق في زماننا كمجموعة أحمد إسماعيل لا أريد الحديث عن هذه المجموعة كبار علماء الشيعة خبطوا خبطا وظلوا ضلالا بعيدا وجهلوا جهالة واضحة في هذا الموضوع سأعرض نماذج مما قاله كبار علماء الشيعة على سبيل الأمثلة على سبيل الأمثلة الكتاب الذي بين يدي الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها الطبعة الأولى سنة 1428 للهجرة قموا المقدسة في آخر صفحة من الكتاب صفحة 544 هكذا يقول المفيد إنه قول مضطرب الرجل الرجل لا يملك وضوحا في الرؤية فلقد خبط القول خبطا هكذا يقول وليس بعد دولة القائم عليه السلام لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك ولم ترد به على القطع والثبات وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما هذا يعني أن الحياة ستنتهي بوفاة بمقتل إمام زماننا وأعتقد أن الحقائق التي بينت في هذا البرنامج تجعل هذا القول مسخرة مسخرة بتمام معنى الكلمة الحقائق التي بينت من خلال آيات الكتاب الكريم ومن خلال الأعداد الوفيرة من أحاديث العترة الطاهرة من خلال كلماتهم وخطبهم وأدعيتهم وزياراتهم فهذا الكلام كلام هزيل إلى أبعد الحدود نحن لا نتحدث عن شخصية مجهولة هذا هو المفيد هكذا يقول وليس بعد دولة القائم عليه السلام لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك ولم ترد به على القطع والثبات إذن أين الرجعة يا أيها المفيد أين الرجعة العظيمة التي يقول عنها أئمتنا من أن الذي لا يؤمن برجعتنا فليس منا إذن أين الرجعة التي تحدث عنها القرآن كثيرا وقد ضربت لكم أمثلة مما تحدث به القرآن عن الرجعة الكبرى عن عقيدة الرجعة وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما هذا المضمون ورد في بعض الروايات لكن المضمون هذا يأتي منسجما مع عقيدة نواصب سقيفة بني ساعت عقيدة العترة الطاهرة شيء آخر وهو الذي تم بيانه في حلقات هذا البرنامج من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة وهي الحلقة الحادية والخمسون هذا كلام المفيد وهذا الكتاب مشحون بالخلل المفيد مشكلته أنه نشأ معتزليا حتى لقبه المفيد إنه لقب معتزلي المعتزلة هم الذين لقبوه بالمفيد وتحديدا علي ابن عيسى الرماني من أئمة المعتزلة في بغداد هو الذي لقبه بهذا اللقب وحكاية ذلك مصطورة في الكتب والمصادر الرجل في آخر أيامه عرف الحقيقة ولذا فإن الإمام الحجة راسله في آخر أيامه وصلت الرسائل من الناحية المقدسة للمفيد متى؟ الرسالة الأولى وصلت سنة أربعمية وعشرة للهجرة والمفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة عش للهجرة الرسالة الثانية وصلت إلى المفيد قبل وفاته بأشهر المفيد في كل كتبه كان معتزلياً ولذا فإن الكتاب هذا مشحون بالأخطاء بالأخطاء العقائدية لا أتحدث عن الأخطاء المطبعية مشحون بالأخطاء وفي العديد من جهاته انحراف واضح عن منهج العترة الطاهرة كتابه الاختصاص هو الذي ألفه بعد معرفته للهدى ولذا فإن مراجع النجف وكربل ينفون أن كتاب الاختصاص للمفيد وهو الكتاب الذي ألفه بعد أن اتضحت الصورة لديه أما هذا الكتاب فقد ألفه كبقية كتبه في الزمن الذي كان بعيدا عن حقائق دين العترة الطاهرة لقد تحدثت عن المفيد وعن كل كتبه وبالحقائق والوثائق والدقائق فعود إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع كي تعرف الحقيقة كاملة هذه الحلقات هي من مجموعة حلقات برنامج ما بين واقعين حينما تحدثت عن المذهب الطوسي على أي حال هذا كلام يفتح أبوابا لموضوعات كثيرة المقام ليس منعقدا لهذا أأخذ مثالا آخر إنه الحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري يبدو أن وفاته كانت في بدايات القرن التاسع الهجري الحسن ابن سليمان الحلي وهو صاحب كتاب مختصر البصائر كتاب البصائر في أصله لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي من أصحاب الأئمة صلوات الله عليه الرجل اختصره وكتاب مختصر البصائر من الكتب المعروفة في المكتبة الشيعية فيما بين الكتب الحديثية هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثالثة والتسعين بعد الأربعمائة أورد الحسن بن سليمان الحلي هذه الرواية وهي الرواية المرقمة بالرقم التاسع والأربعين بسنده عن أبي بصير قال قلت للصادق صلوات الله عليه يا ابن رسول الله سمعت من أبيك من أبيك الباقر أنه قال يكون بعد القائم إثنى عشر إماما فقال إمامنا الصادق قد قال إثنى عشر مهديا ولم يقل إثنى عشر إماما نحن عنواننا المهديون الإثنى عشر عن أبي بصير قال قلت للصادق صلوات الله عليه يا ابن رسول الله سمعت من أبيك أنه قال يكون بعد القائم إثنى عشر إماما فقال الصادق قد قال قد قال الباقر صلوات الله عليهما على الصادق والباقر قد قال إثنى عشر مهديا ولم يقل إثنى عشر إماما ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا ماذا علق الحسن ابن سليمان الحل على هذه الرواية اعلم هداك الله بهداه أن علم آل محمد صلوات الله عليهم ليس فيه اختلاف بل بعضه يصدق بعضا وقد روينا أحاديثا عنهم صلوات الله عليهم جمتا في رجعة الأئمة الاثني عشر فكأنه عليه السلام كأن صادق صلوات الله عليه عرف من السائل من أبي بصير عرف من السائل الضعف عن احتمال هذا العلم الخاص الذي خص الله سبحانه من شاء من خاصته وتكرم به على من أراد من بريته كما قال سبحانه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فأوله يعني الإمام الصادقة فأوله بتأويل حسن بحيث لا يصعب عليه فينكر قلبه فيكفر كلام فيه خبط وخلط واضح ما الذي يريد أن يقوله الحسن بن سليمان الحلي إنه هنا ينكر وجود المهديين الاثني عشر ويقول من أن الأئمة يقصدون بهذه الأحاديث التي تحدثت عن المهديين الاثني عشر من بعد القائم صلوات الله عليه من أن الأئمة يقصدون بذلك رجعة الأئمة إنها الرجعة الكبرى هذا هو الذي يقوله كلام المفيد ماذا قال قال فإن الدولة بعد القائم ستكون لولده إن شاء الله ذلك وصرح من أن الأمر ليس ثابتا وليس مخطوعا به لأن الذي يطمئن إليه المفيد أنه بعد القائم ستكون القيامة في مدة لا تتجاوز الأربعين يوما بعد القائم هناك أربعون يوما وبعد ذلك تقوم القيامة الكبرى هذا هو الذي قاله المفيد الحسن ابن سليمان يقول من أن الأحاديث التي وردتنا عنهم بخصوص المهديين الاثني عشر بعد وفاة القائم بعد مقتل القائم صلوات الله عليه فإن المراد منهم الأئمة الراجعون صلوات الله عليه قطعا سيكون الكلام هنا عن رجعة إمام زماننا أيضا لأن الحديث عن رجعة الأئمة الاثني عشر هذا هو كلام الحسني ابن سليمان الحلي وأعتقد أنكم إذا كنتم قد تابعتم البرنامج من أوله إلى هذه الحلقة تعرفون هزال هذا الكلام فهذا الكلام يتعارض بنحو واضح مع منطق الكتاب الكريم ومنطقي أحاديث العترة الطاهرة إذن من المفيد المتوفى سنة أربعمائة وثلاثعش للهجرة إلى الحسن ابن سليمان الحلي الذي كانت وفاته في البدايات الأولى من القرن التاسع الهجري فهو من علماء القرن الثامن الهجري نذهب إلى فاصل وإلى محمد ابن الحسن الحر العامل من كبار محدثي الشيعة هذا هو كتابه الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة وهذه طبعة مؤسسة السيدة المعصومة صلوات الله عليها قموا المقدسة إنها الطبعة الأولى 1423 هجري قمري الحر العاملي توفي سنة 1104 للهجرة إذن نحن نتنقل بين المراحل التاريخية المختلفة المفيد توفي سنة 413 للهجرة الحسن بن سليمان الحلي توفي في البدايات الأولى للقرن التاسع الهجري وهذا هو الحر العاملي يعرف بالحر لأنه ينتسب إلى الحر الشهيد الذي قتل مع سيد الشهداء كما هو معروف في صفحة الخامسة والعشرين بعد الأربعمائة ماذا يقول الحر العاملي ولقد خبط خبطا غريبة في الاحتمالات التي وضعها أقول هو الذي يقول أقول أما حديث وفاة المهدي قبل القيامة بأربعين يوما فقد ورد من طرق متعددة لا تحضرني الآن والأحاديث في أن الأرض لا تخلو من حجة كثيرة والأدلة العقلية على ذلك قائمة إنها الأدلة العقلية في أجوائنا الدينية الشيعية هذا هو المراد والأدلة العقلية على ذلك قائمة وأحاديث حصر الأئمة في الاثني عشر أيضا كثيرة جدا ويحتمل هنا وجوه أحدها ما هو الحال بعد وفاة إمام زماننا بعد مقتل إمام زماننا أحدها أن يكون خلو الأرض من إمام على ظاهره في هذه الأربعين ويكون موت الناس وجميع المكلفين قبل الإمام وتكون الأرض في تلك المدة اليسيرة خالية من المكلفين ومن ومن الإمام ولا ينافي ذلك ما روي من خروج المهدي من الدنيا شهيدا لإمكاني أن يسقيه أحد السم أو يضربه بالسيف ونحوه ثم يموت القاتل وسائر المكلفين قبل الإمام وتكون الرجعة بعد المدة المذكورة أو قبلها ولا ولا يبعد كون أهل الرجعة غير مكلفين كلام كله خبط في خبط احتمالات سخيفة إلى أبعد الحدود أي احتمالات هذه ما نحن عندنا في أحاديثنا وهذا ثابت من أن محمدا وآل محمد سيرفعون من الأرض سيرفع وجودهم ولطفه ويبقى الناس في الأرض لأن القيامة تقوم على شرار الخلق هذا واضح في ثقافة العترة الطاهرة لذا نحن بحاجة إلى معرفة تفاصيل أيام الله هذا البرنامج حدثكم عن تفاصيل اليوم الأول بقي عندنا اليوم الثاني واليوم الثالث نحن بحاجة إلى بانوراما لليوم الثاني للرجعة الكبرى وإلى بانوراما لليوم الثالث ليوم القيامة الكبرى بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم وبحسب أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أن نتخبط هذا الخبط كلام مهزلة سخيف جدا أن يكون خلو الأرض من إمام على ظاهره فعلا فإنه لا يوجد إمام في الأرض في هذه الأربعين في الأربعين يوما التي تسبق يوم القيامة ويكون موت الناس وجميع المكلفين قبل الإمام وتكون الأرض في تلك المدة اليسيرة خالية من المكلفين ومن الإمام إلى آخر كلامه الذي ذكره هذا الإحتمال الأول وثانيها الإحتمال الثاني وثانيها أن يكون إشارة إلى قوم لا يموتون عند موت صاحب الزمان بل يصيرون في حكم الأموات وبمنزلة المعدومين لماذا؟ لارتفاع التكليف عنهم لفقدهم العقل أو غير ذلك ما هذا الهرى؟ هل هذه احتمالات معقولة؟ أن يكون إشارة إلى قوم لا يموتون عند موت صاحب الزمان بل يصيرون في حكم الأموات وبمنزلة المعدومين لارتفاع التكليف عنهم لفقدهم العقل أو غير ذلك إلى آخر ما قال به من هذا الهرى وثالثها أن يكون المراد بالأربعين يوما مدة الرجعة فإن الرجعة تكون في هذه المدة ويكون ذلك إشارة إلى قلتها بالنسبة إلى زمان النشأة الأولى والخلود في الجنة أو النار إلى آخر ما قاله من كلام ورابعها أن تكون القيامة التي أخبر بوقوعها بعد الأربعين يوما هي قيام الأموات وحياتهم بعد الموت ويكون المراد الرجعة التي هي القيامة الصغرى وخامسها أن يكون المراد ليس بعد دولة المهدي دولة مبتدئة فلا يناف فلا يناف الرجعة لأنها دولة ثانية والأربعون يوما يحتمل كونها فاصلة بين الدولتين وسادسها أن يكون المراد بموت المهدي الذي لا تتأخر القيامة عنه إلا أربعين يوما الموت الثاني بعد رجعته هذه هي الوجوه التي ذكرها الحر العامل ويستمر في تشقيق الكلام وتفريعه ولكنه لا يصل إلى نتيجة واضحة الكلام كثير وإنني قرأت بعضا منه لكن الذي تابع حلقات هذا البرنامج فإنه يقطع بعدم امتلاك الحر العامل لرؤية واضحة عن الموضوع إنه يخبط خبطا فيأتي بما هو صحيح ويأتي بما هو ليس صحيحا وهذا هو الخبط حين تختلط الحقائق بالتفاهات وحين يختلط العلم بالجهل هذا هو المراد من التخبيط والتخليط هذا الحر العامل المتوفى سنة 1104 للهجرة وإلى المجلس ولكن قبل أن نقرأ ما قاله المجلس في بحاره نذهب إلى فاصل بحار الأنوار إنه الجزء الثالث والخمسون من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان لمحمد باخر المجلس والمجلس توفي سنة 1110 للهجرة كان معاصرا للحر العاملي الحر العاملي توفي سنة 1104 للهجرة توفي في خراسان وقبره معروف في مدينة مشهد وأما محمد باقر المجلس هناك اختلاف في تأريخ وفاته ما بين 1110 للهجرة و1111 للهجرة الفارق سنة واحدة ليس مهما توفي ودفن في مدينة إصفهان وقبره معروف في مدينة إصفهان المجلس تحدث عن هذا الموضوع في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة بعد أن ذكر في كتابه الأحاديث والأخبار التي ترتبط بهذا الموضوع قال بيان هذه الأخبار مخالفة للمشهور مراده من أنها مخالفة للمشهور باعتبار أن أكثر الأحاديث تحدثنا عن أن الأئمة 12 فهذه الأحاديث تخبرنا عن مهديين 12 بعد الأئمة الـ 12 بيان هذه الأخبار مخالفة للمشهور وطريق التأويل أحد وجهين الأول أن يكون المراد بالـ 12 مهديا النبي وسائر الأئمة سوى القائم يعني أن القائم ليس معدودا في المهديين الـ 12 بقية الأئمة من سلسلة الأئمة الـ 12 11 مع النبي فيكون العدد 12 هذا هو الذي يقوله المجلس ألا تلاحظون أن علماء يتحدثون بسذاجة إلى أبعد الحدود الأول أن يكون المراد بالـ 12 مهديا النبي وسائر الأئمة سوى القائم بأن يكون ملكهم بعد القائم إنها الرجعة بهذا التصور لكن حديث الرجعة لم تصور لنا الرجعة بهذه الصيغة التي يتحدث عنها المجلس وقد سبق أن الحسن ابن سليمان الذي حدثتكم عنه قبل قليل إنه صاحب مختصر البصائر وقد سبق أن الحسن ابن سليمان أولها أول أحاديث المهديين الـ 12 بجميع الأئمة وقال برجعة القائم بعد موته وبه أيضا بكلام الحسن ابن سليمان يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في مدة ملكه باعتبار أن الأحاديث ذكرت لنا أرقام مختلفة فإن المجلس يقول هذا يعني أن الإمام الحجة سيكون له حكم في مرحلة قادمة في مرحلة الرجعة ولذا فإن تقدير مدة حكمه في الروايات جاء مختلفا فبعضها لمدة الحكم الأول وبعضها لمدة الحكم الثاني هذا هو الذي يقصده والثاني التأويل الثاني أن يكون هؤلاء المهديون من أوصياء القائم هذين للخلق في زمن سائر الأئمة الذين رجعوا لألا يخل الزمان من حجة وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضا حججا والله تعالى يعلم بعض الكلام صحيح وبعض الكلام فيه خبط وخلط إنهم لا يملكون صورة واضحة هذا هو الذي يستطيع المتتبع أن يستنتجه يذكرون شيئا صحيحا ثم يضيفون إليه إضافات ليست سديدة وليست دقيقة فلا يستطيع الناظر أن يخرج بصورة واضحة جلية هذا هو الذي قصدته بالخبط والخلط وأخذ مثالا من المعاصرين من الأحياء إنه مرجع من المراجع المعاصرين محمد السند كتابه ثقه علامات الظهور هذه الطبعة طبعة مؤسسة الرافد الطبعة الأولى 2017 ميلادي الفصل الخامس من فصول هذا الكتاب عنوانه يكفينا والحاجة أن أخرأ مما ذكره محمد السند في كلام طويل فلقد تحدث كثيرا في هذا الموضوع ابتداء من الصفحة السابعة والعشرين بعد المائتين وإلى الصفحة الثامنة والخمسين بعد المائتين كلام طويل هذا الفصل كله قد خصصه لهذا الموضوع وكما يقال بأن الكتاب يقرأ من عنوانه هذا هو العنوان الفصل الخامس المهديون الاثنى عشر هم الأئمة الاثنى عشر في مقام الرجعة خلاصة كل الكلام الذي تحدث به محمد السند هو هذا من أن أحاديث المهديين الاثنى عشر تتحدث عن الأئمة الأصل عن سلسلة الأئمة المعصومين الاثنى عشر تتحدث عن رجعتهم وهذا الكلام مر ذكره أيضا في طوايا كلام العلماء المتقدمين الذين قرأت ما قرأت عليكم من كتبهم خلاصة كلام محمد السند في عنوان الفصل الخامس المهديون الاثنى عشر هم الأئمة الاثنى عشر في مقام الرجعة إنه هكذا يقول من أن تسمية الأئمة بالمهديين الاثنى عشر هذه تسمية خاصة بهم في مقام رجعتهم هذا هو الذي يريد أن يقول لكن نظرة لا أقول طويلة لكن نظرة سريعة فاحصة للأحاديث تخبرنا من أن كل الذي جاء مذكورا في هذه الكتب ليس دقيقا وليس صحيحا في كثير من جهاته لا أريد أن أرد على كلام هؤلاء العلماء لأن البرنامج من بدايته وإلى حيث أنتهي من تقديم البانوراما بين أيديكم هو رد تفصيلي توثيقي تحقيقي على مثل هذه الأقوال صار واضحا لدينا الآن ماذا يقول كبار علماء الشيعة في هذا الموضوع إلى زماننا إلى حيث يتحدث مرجع معاصر أعني محمد السند في هذا الموضوع بعد أن ذكرت لكم ما قاله علماء الشيعة سأنتقل بكم إلى النصوص ولكن بعد الفاصل إنها جولة بين نصوص الموضوع وسأبدأ من النص الأهم والذي ذكره الطوسي في كتابه الغيب الطوسي محمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة هو مؤسس المذهب الطوسي البتري أسسه سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة في النجاف هذا هو كتاب الغيبة للطوسي إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 111 بسند الطوسي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن أبيه الباقري عن أبيه ذي الثفنات سيد العابد إنه إمامنا السجاد عن أبيه الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي يا أبي الحسن أحضر صحيفة ودوات فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال يا علي إنه سيكون بعد إثنى عشر إماما ومن بعدهم إثنى عشر مهديا الكلام واضح الكلام واضح في هذا النص هناك مجموعتان مختلفتان يا علي إنه سيكون بعد إثنى عشر إماما ومن بعدهم إثنى عشر مهديا مجموعتان مختلفتان فأنت يا علي أول الإثنى عشر إماما يعني أن المهديين لا يكون علي منهم فأنت يا علي أول الإثنى عشر إماما سماك الله تعالى في سمائه علي المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك ألا تجدون تضاربا في الكلام فمن جهة جاء الحديث هكذا يا علي إنه سيكون بعد إثنى عشر إماما ومن بعدهم إثنى عشر مهديا فهؤلاء يقال لهم مهديون فكيف لا يصح إطلاق المهدي على غير أمير المؤمنين سماك الله تعالى في سمائه علي المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمونة والمهدي فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك فكيف أطلقت على المهديين الاثنى عشر يا علي أنت وصيي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي فمن ثبتها أي لم تطلقها من بعدي من نسائي فمن ثبتها لقيتني غدا ثبتها أي جعلها أما للمؤمنين مثل ما حددتكم من أن هذه الصفة في نساء النبي صفة طارئة فيمكن للوصي من بعده أن يجرد نساء النبي من هذه الصفة لأنها صفة عرضية إذا كانت زوجة النبي في مقام معصية النبي بعد وفاة النبي بعد استشهاده صلى الله عليه وآله فإن الوصي من بعده سيخرجها سيخرجها من هذه الدائرة يا علي أنت وصيي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتني غدا ومن طلقتها فأنا بريء منها لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة وأنت خليفتي على أمتي من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسني البر الوصول فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول فإذا حضرته الوفاة الوفاة أعم من الموت تشمل الموت والقتل ومن هنا كان العنوان الأول من العناوين الفرعية لعنوان نهاية مرحلة الظهور وفاة قائم آل محمد فإن الوفاة تكون شاملة للموت وشاملة للقتل أيضا فالميت الذي يموت موت الحت متوفى والقتيل الذي يقتل متوفى أيضا فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول فإذا حضرته الوفاة كيف توفي سيد الشهداء توفي قتلا فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي والمراد من الثفنات هي آثار السجود التي تكون في مواضع السجود في الجبهة في الركب في الإبهامين في مواضع السجود فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علينا الناصح إنه إمامنا الهادي صلوات الله عليه فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل إنه إمامنا الحسن العسكري فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد إنه إمام زماننا الحجة بن الحسن فذلك إثنى عشر إماما هذه المجموعة الأولى ثم يكون من بعده من بعد قائم آل محمد إثنى عشر مهديا فكيف صار الكلام من أنهم هموا هموا الأئمة ولكنهم في مرحلة الرجع ثم يكون من بعده إثنى عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة يعني قائمة آل محمد فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي اسم كاسمي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهدي هو أول المؤمنين قطعا الرواية لا تخلو من ارتباك الرواية فيها ارتباك فضلا عن أن الرواة الذين نقلوا الرواية لنا ما هم بأجمعهم من الشيعة وليس هذا مهما نحن لا نهتم بسند الحديث مضمون الحديث الرواية الرواية لا تخلو من خلل مثل ما قلت لكم الخلل الأول حينما قال النبي النبي لأمير المؤمنين من أن الباري سبحانه وتعالى سماك المهدي ومن أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم والرواية في أولها تقول يا علي إنه سيكون بعد اثنى عشر اماما ومن بعدهم اثنى عشر مهديا فكيف يكون هذا الكلام وكذلك ما جاء في آخر الرواية ثم يكون من بعده اثنى عشر مهديا فهؤلاء يسمون بالمهدي إلى أن قالت الرواية من أن الاسم الثالث لولد إمام زماننا والاسم الثالث المهدي هو أول المؤمنين هناك خلل في الرواية وقت الحلقة وقت الحلقة انتهى سأسلط الضوء على هذه الرواية في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى نلتقى نلتقي على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر